اهلا بكم من جديد بشرة جديدة نزفها لذوي مرضى واحد من أصعب الأمراض التي تسبب الإعاقات الحركية فقد وفقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على أول علاج جيني لمرض الحثل العضلي من نوع دوشن للفاة العمرية بين 4 و 5 سنوات والدواء من شركة سريبتا ثيرابيوتيك للتكنولوجيا الحيوية وقالت الشركة إن العلاج المسمى إليفي دايز تكلفته 3.2 مليون دولار لكل مريض وإنها تتوقع ظهور النتائج الأولى من تجربتها للعقار في أواخر هذا العام ويسبب الضمور العضلي الدوشني أو الحثل العضلي ضعفا تدريجيا في العضلات بحيث يمكن أن يسلب الأطفال قدرتهم على المشي خلال فترة المراهقة والكثير منهم لا يعيشون بشكل جيد في الثلاثينيات من العمر ويصيب هذا المرض واحدا من كل 3300 طب مرحب بضيفي في الستوديو دكتور خالد إبراهيم استشاري أول أمراض للجهاز العصبي للأطفال وزميل الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال أهلا وسهلا دكتور خالد أهلا بك أستاذ أحمد في البداية دكتور ما هي أهم الحقائق التي يجب أن نعرفها عن هذا الدواء الجديد لهذا المرض الخطير شكرا جزيلا أستاذ أحمد كل عام وأنتم بخير والمشاهدين الكرام وتحية خاصة للأطفال والدعوة بالشفاء لكل مريض الدواء كما أنت ذكرت هو فتح علمي جديد طال انتظاره متلازمة دوشين نحن نقدر نسميها هي زعيمة أمراض ضعف العضلات تم اكتشافها في القرن الماضي من قبل عقود طويلة وهو مرض مزمن متطور يقود إلى فقدان الحركة وتأثر أجهزة حيوية في الجسم اكتشاف الدواء كان مسيرة طويلة منذ اكتشاف الجين المسبب لمتلازمة دوشين اكتشاف الجين كان في ثمانينات القرن الماضي ومن وقتها العلماء ركزوا جهدهم لإيجاد حل لتغيير أو تعديل العطبة الجيني المسيرة كانت محفوفة بالمشاكل والصعوبات لكن الحمد لله الآن بدأت البشاير والآن نحن بصدد التصديق الأولي هو تصديق محدود أو كونديشن لفئة عمرية معينة لكن المؤشرات تدول على أنه نحن إن شاء الله بصدد إيجاد الدواء لفئات عمرية أخرى ولجدائية أسباب محدودية هذه الموافقة من وكالة غذاء ودواء الأمريكية دكتور وحصر على سن يعني من 4 إلى 5 سنوات فقط رغم أن هذا المرض يصيب الأطفال أقل من ذلك ويستمر مع القبار كذلك أكثر من ذلك هي التصديق جاء بناء على البحث العلمي أجرته شركة الشركة المصنعة للدواء ساربتا هو البحث كان يشمل الفئة العمرية من 4 سنوات لـ 8 سنوات واجتمرت الفئات في الدراسة على أطفال تقريبا 80 طفل جزء منهم بدأت عليه العلامات التحسن قبل الفئات الأخرى هم قسموا الفئتين فئة 4 إلى 5 سنوات وفئة عمر من 6 إلى 7 الفئة العمرية 4 إلى 5 سنوات تقبلت الدواء بدرجة أحسن ما كان فيه أعراض جانبية التحسن في أخذ أو تكون البروتين في العضلات كان واضح في الفئة العمرية قبل الفئة الثانية فلهذا الآن الـ FDA أخذ القرار بأنه يعطي التصديق الأولي لهذه الفئة العمرية ولكن مع وعد من الشركة أنه سيكون فيه معلومات إضافية ينتظر نتائج الفئات الأخرى طيب إلى أي مدى يكون التحسن دكتور نعم يعني يشفى تماما من هذا المرض ضمور العضلات دوشن هي كما حدث في الاكتشافات العلمية الماضية كنت تضيفتنا في نامجا قبل بالنظر الدوازر والجنزمة لضمور العضلات الشوكي التحسن يكون تدريجي وأول تحسن دائما نحن بنزع عليه أن المرض يتوقف التدهور يتوقف ثم تبدأ مسيرة التحسن والتحسن درجات يعني فيه الأطفال يظلوا على أرجلهم لفترة أطول المشاكل المصاحبة في القلب وفي الرئتين وفي العظام وفي تقوص الظهر تبدأ تقل وتتحسن نوعية الحياة للأطفال تمام يعني يمكن القول أن هذا الدواء أثبت فعالية ولكن نحن في مرحلة التجارب لانتظار النتائج النهائية إلى أي مدى سيكون هذا التحسن هو نجح بالفعل في وقف التدهور من 4 إلى 5 سنوات ولكن سنتابع المزيد هل هذا الدواء العلاج الجيني لمرضى دمور العضلات من دوشن فقط أم يمكن استخدامه لمرضى أنواع أخرى مثل بيكر وغيرها من الأمراض الكثيرة الدراسة كانت لمرضى دوشن لكن هناك أشياء مشتركة كثيرة بين متلازمة دوشن ومتلازمة بيكر العضلات الجيني مشتركة بينهم الاثنين الجيني الموجود في صبغية X التي هي الصبغية الأنوثية الرجال عندهم XY والنساء عندهم XX المرض يصيب الجين في صبغية X بالهذا تظهر الأعراض على الأولاد لأن الصبغية الثانية Y لا تكفي يعني لا تنتقى البروتين هو مرض ذكوري لكن النساء حاملات له فتظهر الأعراض على الأولاد في فترة عمرية مبكرة ومقارنة بيكر الأعراض تظهر في فترة متأخرة حتى نحن في مجال الأطفال في كثير من الأحيان مرضى بيكر ما يجون أن نحن بل يجون لزملائنا في طب العصاب الكبار فهو أقل حدة أقل أعراض وكثير منهم يعيشوا إلى فترات زمنية أكبر نظريا التقنية تصلح لمتلازمة بيكر لكن يأتي التوازن المهم جدا بين المشاكل والأعراض المصاحبة للعلاج الجيني مقارنة بخفة المرض فإنك كطبيب ستحدد هل الطفل أو الشخص المصاحب بمتلازمة بيكر يستدعي أنك تعرض للعلاج الجيني أو ما في حوجة لأنه أعراض قليلة جدا عظيم على كل حال دكتور يعني ذكرت الحلقة السابقة لما نقشنا دواء زول جيني سما لدمور العضلات الشوقي للأطفال بعد هذه الحلقة وحتى الآن تأتينا رسائل كثيرة من المشاهدين طبعا نسعد بكل رسائل المشاهدين يسألون إن كان هذا الدواء يصلح لمرضى دمور العضلات ومن هنا أريد أن توضح للجمهور أن مرض دمور العضلات أو الحسن العضلي هو أنواع كثيرة وللأسف كل دواء هو لنوع معين ولفئة معينة من مرضى هذه الأمراض الخطيرة فوضح هذا الجمهور حتى لا يختلط عليه الأمر وإن شاء الله بتأكيد سنتابع كل جديد في هذا الأمر هذه حقيقة علمية مهمة جدا أسباب ضمور العضلات كثيرة جدا متلازمة دوشين واحد منها ضمور العضلات الشوكي واحد منها لكن هناك عشرات الأمراض الأخرى كل مرض لهم مسبب كل مرض يورس بطريقة مختلفة كل مرض العطب المسبب يختلف عن المرض الآخر هذا فليس من المعقول أن يكون علاج لنوع من المرض يصلح للأمراض الأخرى فعلاج دوشين لن يصلح لأمراض الأخرى وحتى في دوشين التغيير الجيني يختلف لأنه الجين كبير جدا فالآن الدوء حتى اللي صرح بيه يصلح فيها عمرية معينة وبشروط محدودة أن التغيير الجيني لا يكون في المنطقة الثامنة والتاسعة يعني الأطفال اللي مصابين من المنطقة العاشرة ومن المنطقة خمسة تمانية وخمسين من مورس دوشين هم الوحيدين الذين يصلح لهم الدواء الذي تم التصريح عليه الآن لذلك نقول أن دائما هذه الأدوية تطور أو تدرس وتجرب على ثئة معينة من المرضى طبعا هذه أمراض خطيرة ورغم الحمد لله أنها نادرة إلا أنها مؤلمة للأسرة والأطفال نتوجه إلى بعض مشاركات متابعين على مواقع التواصل ونبدأ من فيسبوك كمال المكي يسأل عند طفل عنده انحناء في السلسلة الفقرية وعضلاته ضعيفة هل الدواء المذكور ينفع معه؟ نعم يعتمد على سبب ضمور العضلات كما ذكرنا قبل قليل قد يكون المسبب في حالة الطفل مختلف قد لا تكون متلازمة دوشين لكن هناك شيء مشترك بين كل أمراض ضمور العضلات أن تصيب كل عضلات الجسم نحن العضلات ليس فقط العضلات الحركية القلب عضلة أجهزة التنفذ عضلة العضلات التي تسند السلسلة الفقرية هي كمان عضلات فضعف العضلات يسبب مشاكل أخرى فقد يكون السبب في هذا الطفل مختلف ولهذا يحتاج تقييم وتشخيص ثم بعدها البحث عن العلاج إبراهيم خليل يقول ساخرا من التكلفة البهضة للعلاج الآن بإمكان فقراء العالم الذين يعانون من هذا المرض أن يتلقوا علاجهم بأسعار زهيدة والمساكين من أثرياء العالم كيف لم يراعوا هذه الأوضاع المزرية من تويتر نختار مشاركة مصطفى عبد الفتاح الذي يقول عندما يكون العلاج بهذه التكلفة البهضة فلا قيمة لهذا التقدم العلمي إذا لم يتوفر لكل المرضى بأقل التكاليف أيضا على يوتيوب يقول هذا الحساب متسائلا علاج لأطفال وسعره بملايين الدولارات هل استوردوا العلاج من الفضاء ما يعني أنه يسأل ما سبب هذا السعر المبالغ فيه إذن مجموعة من التعليقات والأسئلة حول تكلفة هذا العلاج الجيني ثلاثة ملايين ومائة ألف دولار رقم كبير دكتور ما السبب وما مبارغ بالك أنا طبعا ليس هنا للدفاع عن شركات الأدوية لكن هناك شيئين نوضح للتوضيح أول شيء تكلفة المرض العمرية كلها إذا حسبت تكلفة علاجهم دخول المستشفيات حوجتهم للعلانة المكسفة حوجتهم لأجهزة التنفس الصناعي حوجتهم لعمليات الظهر جمعها كلها قد يكون أقل بكثير من التكلفة العلاجية هذا ليس مبرر أكثر من التكلفة العلاجية هذا ليس مبرر الشركات كمان من ناحيةها تذكر أن تصنيع الأدوية مسيرة طويلة جدا وعسيرة يعني الدواء التي نحن صدد الحديث عنه الآن بدأت البحوث عنه في أكثر من عشر سنوات في المختبرات ثم البحوث عن المرضى ثم سلامة الدواء وبعد ذلك التجارب على المرضى لبحث الاستجابة له هذا ليس عايق أنا أفتكر أن واحدة من البشارات نقول للأهل أن هذا مرض كان مستعصي ليس له علاج الآن بعد سنوات طويلة بعد قرون واكتشف له علاج هذا الشيء الشيء الثاني أخواننا بالنسبة للمتلاجمة دوشين العلم تطور في نواحي ثانية ليس فقط العلاج الجيني العناية بهؤلاء المرضى من ناحية نحن نسميها العلاجة متعددة التخصصات أو الـ MDT الأطفال دول الآن في عناية لهم من ناحية التنفس صاروا يعيشوا فترات أطول لأنه الآن لا يحصل لهم الفشل التنفسي العناية بالقلب وعلاجات خاصة بضمورة وقصور عضلة القلب علاجات تشوهات العظام والسلسلة الفقرية وكمان أهم شيء علاج الكورتزون دواء الكورتزون الآن أصبح شيء أساسي جدا في علاج الأطفال المصابين بضمورة العضلات فهذه من الأشياء الأساسية والإضافة لها الآن كان الحمد لله هذا الفتح العلمي الحمد لله وهذا ما نبشر بالجمهور وأريد أيضا أن أضيف دكتور لو تسمح لي أن هذه الأدوية بالأسعار الكبيرة هذه تتحملها الحكومات في أغلب الأحيان مثل هنا في قطر أعتقد الحكومة تتحمل تكلفة هذه الأدوية غالية الثمن وأريد أن أسأل من هنا أو انطلاقا من هذه النقطة هل ينتشر مرض مور العضلات الدوشين في العالم العربي بشكل كبير وهل سيصل هذا الدواء إلى قطر بما أنك هنا في قطر وإلى دول عربية أخرى نعم نحن الحمد لله أخذنا تجهيزاتنا لقدوم هذا الفتح العلمي وإن شاء الله سنكون من أول المراكز اللي ستعالج الأطفال المصابين بترانب الدوشين بس ما زلت أذكر أنه الآن التصديق هو تصديق مشروط لفاعة عمرية معينة فنحن المرضى اللي بناسبهم الدواء إن شاء الله سيكون لهم الأولوية المرضى ليس له إثنية أو عرقية معينة فيصيب كل الإثنيات كل العرقيات منتشر في أوروبا منتشر في الأمريكتين منتشر عندنا هنا هو من أكثر أمراض أمراض العضلات انتشارا نحن الحمد لله عندنا في مستشفى سدرة تيم متكامل لمرضى العضلات فيه زملائنا شفتوهم قبل دكتور توفيق دكتور محمود فوزي جميلتنا دكتور رييم عندنا خصائي العلاج الطبيعي خصائي العظام خصائي القلب خصائي التنفس عندنا عيادات مخصصة متعددة التخصصات للأطفال بالأمراض ضمور العضلات فنحن إن شاء الله سنكون من أول المراكز إن شاء الله لحظة بقى هذا العلاج وذيما أنت قلت الحمد لله الدولة في قطر بتوفر العلاج لأهل قطر لكن الحمد لله حتى بالنسبة للجنزمة كان فيه خيرين ساعدوا أطفال كثيرين من دول أخرى من دول أخرى وهذا أمر مهم أخيرا دكتور هل يعني بعد هذه الاكتشافات والتي ترتبط بالعلاجات الجينية هل المستقبل للعلاج الجيني في القضاء على كل أنواع دمور العضلات يعني هذا هو التوجه الآن أنه يعني أول خطوة لعلاج الأمراض الوراسية والأمراض الجينية أنك تكتشف المسبب فالآن الطب من ناحية التشخيص الجيني تقدم تقدم قوي جدا وصار التشخيص الجيني أسهل من الأول فهذه الخطوة الأولى الخطوة الثانية تصنيع الجين أو المحور الجيني الذي يساعد في تخفيف حدة العلاج أو علاج الجذري للمرض وأخيرا هل يمكن الوقاية من هذه الأمراض الجينية أو الوراثية دكتور هل يمكن الوقاية من ذلك نعم واحد من الأشياء التي تقدمت كثير جدا التشخيص والتشخيص المبكر والتشخيص قبل الولادة والتشخيص بعد الولادة المسمى بالفحص المسح أو نيوبورن سكريني قبل هذا تحليل قبل الزواج تحليل قبل الزواج نعم وإذا كان في خيارات يكشف تحليل قبل الزواج يكشف هذه الأمراض المحتملة نعم فمثلا إذا أخذنا متلازم الدوشين المرض يورس عن طريقة الأم الأم تكون حامل للمرض نادر ما تظهر عليها علاماته الحمد لله لكن تورسوا لـ 50% من الأولاد ويكون حامل في 50% 50% من البنات سيكونوا حاملين للمرض فإذاك في الأم هي حامل للمرض فإن تحوطا تكون عارف إمكانية حدوث المرض في نسبة للموالد فعندهم خيارات التعقيم المجهري وعندهم خيارات التشخيص المبكر في أثناء الحمل فالحمد لله يعني حتى لو التحاليل كشفت أن يمكن أن ينجب أطفال مصابين بهذا المرض يمكن أيضا القضاء على ذلك أو التعامل مع ذلك طبيا بحيث يستمر الزواج يعني لن يمنع الزواج لن يمنع الزواج نعم هذا أحد من الأشياء التي تطور فيها الطب الوراسي لدرجة كبيرة جدا لقاء مليء بالبشريات دكتور خالد أعتقد مناسب جدا لعيد لأيام العيد عيد الأطحى المبارك أشكرك جزيلا شكرا دكتور خالد إبراهيم استشاري أول أمراض الجهاز العصبي للأطفال شكرا على كل هذه المعلومات كل عام تبخير نتبخير إن شاء الله نواصل معكم هذه الحلقة وفيها بعد الفاصل الفلفل الأحمر الحار فوائد صحية تجعله في خط الدفاع الأول ضد الأمراض العصرية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة